وبولاية الشلف وليد هني عدة شاب ورث حرفة السيريغرافيا عن والده لكنه فضل أن يكون عصاميا في تطوير وابتكار تقنيات خاصة في هذه الحرفة ليصبح بذلك الرقم واحد في ولاية الشلف الذي ينافس بتصميماته شركات عالمية تحت مسمى الفارسي تقرير لأحمد الوحشي هنا بهذه الورشة المتواضعة يختزل وليد يوميته في إنجاز تصاميم إشهرية جذابة ومتقنة على الأقمسة والأواني والأكياس وغيرها تصاميم اعتمد فيها بشكل كبير على ابتكاره في عالم السيريغرافيا بعيدا عن الطباعة الرقمية علمتها عند الوالد لا يحمو في 2001 وفي 2002 انتقت العاصمة زدت طورت فيها الحمد لله من 2002 ونافذ الميدان والوليد تعي هو الأول واحد الذي ادخل الحرفة في مدينة الشلف كيف تكون عندك سر المهنة بوسائل بسيطة تقليدية نخدمه هؤلاء منتوجات تشوف فيهم نخدمه على التيشيرت الليجيلي الليكاسك هذا البالون كونت واحد عنده واحد مستثمر في البرج هذا عنده مصنع الإنتاج قاعدة قدم ازدياد الطلب على منتجات السيريغرافيا في الآوينة الأخيرة لاحتوائها على تصاميم جذابة ورغبة التجار والحرفيين في الإشهار لمنتجاته شجع وليد على تطوير مهاراته الأشياء مطلوبة في السيريغرافيا هي طباعة على الملابس وليساك بيرسوناليزي ليبقى أمل هذا الشاب هو تكوين العديد من أقرانه وتدعيمهم بالكيفية البسيطة لنهج عالم السيريغرافيا الحمد لله هذه الحرفة وطنة على الشبابين الله يرحموا ونجحنا في هذا الميدان واللي حبوا الشباب يتكونوا في ذا الحرفة السيريغرافية رأنا هنا نكونهم ونعلمهم إن شاء الله بربي هي عينة من الشباب الطموح الذين سايروا الفكرة بقليل من العزيمة لشق عالم كان بالأمس حكرا على شركات عالمية أن تكون بارا بولي